هذا برج الجوال وشغال الآن هذه السرعات 5G من G4s now طبعاً منصة هي مربوطة مع سيربرات الشركة زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر بتكلم عن تقنية وثورة جديدة لمحبيء القيمينج محبيء القيمينج والألعاب دائماً يحاولون البحث عن أفضل تجميع أفضل لابتوب ومواصفات عالية وبالإضافة إلى اتصال قوي لأنه يهمهم لاتنسي أو زمن الاستجابة تخيل أنك من الجوال أو من اللابتوب أو حتى من بي سي اللي في البيت كل هذه الأجهزة اللي عندي تقدر تدخل على منصة واحدة في الفيديو هذا رح أتكلم عن منصة جي فورس ناو وهذه منصة رح أشرحها بالتفصيل وبتكلم عن الشراكة بين زين السعودية وبين جي فورس ناو أول شي خلونا نتصل في البداية لازم يكون عندك اشتراك وشريحة من زين خلونا نتكلم عن منصة جي فورس ناو تعرفون أكيد شركة انفيديا الشركة القوية جداً في صناعة كروت الرسوميات أو الجرافيك كارد وتصنع أيضاً حلول وسلوشن لكثير من الستوديوهات الصوتيات الذكاء الاصطناعي وإيش هي فكرة الجي فورس ناو؟ الجي فورس باختصار اعتبر أنه عندك كمبيوتر خارق بمواصفات عالية جداً ومحمل عليه أكثر من 900 لعبة وتقدر تلعب فيه بأي وقت لكن السيرفر هذا موجود عند انفيديا كل اللي عليك تحمل برنامج صغير جداً اللي هو جي فورس ناو تدخل اليوزر والباسوورد على نفس البرنامج ورح يستعرض لك كل الألعاب اللي موجودة على السيرفر وهذه الطريقة ذكية جداً طبعاً اتصال فائق السرعة الجيل الخامس هو اللي ساعدنا أننا نوصل لهذه التقنيات أول شي نحمل البرنامج هي متوفرة على الويندوز وعلى الماك وعلى الاندرويد وعلى حتة تلفزيونات اللي تدعم نظام الاندرويد في حاجة يطلق عليه نبغى نقيس الحين السرعة نروح على موقع speedtest.net صلة 400 وجاسة تزيد وبقول لكم على نقطة مهمة جداً في تقرير ظهر من هيئة اتصالات تقنية معلومات اسمها game mode أو نمط الألعاب وهذا يعطينا تقرير وإحصاءات عن الشركات والألعاب الأكثر منافسة في السوق السعودي وكان من ضمنها شركة زين طبعاً من الشركات اللي موجودة في لعبة فورتنايت حصلت على المركز الأول في زمن استجابة أوبينغ 18 ميلي سيكند وأخذت المركز الأول في لعبة فيفا ولعبة أبيكس ليجند التقرير ركز على كثير من الألعاب مثل دوتا باتلفيد ليغ أوف ليجند وروكيت ليغ وألعاب كثيرة والميزة فيها أنه الألعاب ما تحتاج وقت طويل أنك تحملها إحنا نعرف أنه في بعض الألعاب 20 جيجا في بعضها يوصل إلى 180 جيجا وفيه اللي أكثر فهذه الألعاب كلها موجودة على سيرفرات جي فورس ناو أنت اللي مطلوب عليك أنك تحمل برنامج الجي فورس ناو وتدخل اليوزر والباسوورد وترجع لك كل الألعاب اللي أنت مشترك فيها والألعاب هذه تطلب مننا كمبيوتر يتحمل الألعاب الثقيلة خصوصا اللي فيها غرافيك أو تحتاج لاتنسي عالي أو زمن استجابة أو بينغ وتحتاج أيضا إلى سعة تخزينية وطبعا موجود في هذه المنصة أكثر من 70 إلى 100 لعبة مجانية من الباقة تقدر تحصل على شريحة وعلى جهاز الراوتر 5G الجيل الخامس فائق السرعة والجميل أنه بيتعرف أنك داخل من نفس الشريحة اللي تدعم المنصة وعندك اشتراك فيها رح يطلب منك فقط إيميل وتحط باسوورد جديد بعدها بيقول لك يلا حمل البرنامج وادخل على المنصة وبدأ باللعب والتقرير هذا شدني على طول أنا تواصلت مع شركة زين ورحبوا وقالوا حياك الله تعالي عندنا في الانوفيشن سنتر اللي هو مركز الابتكار وقسنا السرعة هناك كيف اللعب عن طريق جي فورس ناو وأيضا جربنا بعض الأجهزة الأخرى كانت التجربة يعني تستحق الزيارة ورائعة جدا وهذا اللي خلاني أنا أستمتع بفكرة الجي فورس ناو طبعا هذه مجموعة من الألعاب هذه لعبة دوتا من السيرفر جالس يعطيني طبعا ستريمينج للفيديو والإنترو وهذه الشخصيات ونقدر نلعب من الجوال طبعا نلاعب عن طريق الجوال نقدر إحنا من الخيارات فلطلعنا أزرار التحكم مثل الجويستيك أو يد التحكم ونقدر طبعا أنا قد حطيت أحد الشروح كيف أنت تربط جوالك مع يد تحكم سواء عن البلاي ستيشن أو الإكس بوكس طريقة بسيطة جدا أبحط لكم في صندوق الوصف رابط الحصول على هذه الخدمة طبعا عن طريق زين اللي هو المزود الحصري لإنفيديا منصة جي فورس ناو وبحط لكم أيضا في صندوق الوصف قائمة الألعاب اللي متوفرة على منصة جي فورس ناو طبعا أنا لما زرتهم في مركز الإبتكار قلت لهم كيف سويتوا هذا الموضوع قالوا إحنا ربطنا روت أو بعض التحويلات المهمة عالميا حتى نوصل لأقصر طريق لمنصات جي فورس ناو وحتى اللاعب يقدر يحصل على سرعة عالية ومضاعفة خصوصا للاعبي الأونلاين جيمينج هذا كان تقريري عن جي فورس ناو مع شركة زين أتمنى أنه أفدتكم وعطيتكم لمحة عن إيش هي هذه المنصة وإيش إحنا مقبلين عليه مستقبلا كما تنسون تضغطون زر الاشتراك وضغط زر اللايك ويريد تكتبون لي في الردود أكثر لعبة أنتم تحبونها أو تعشقونها موجودة على منصة الجي فورس ناو هذه أطيب تحية مني أنا طارق الجاسر وألقاكم في مراجعات وفيديوهات أخرى وفي أمان الله